أشهد الله إلا إلا الله وأهدونا شريك له وأشهد أنه محمدا مبدو ورسول أما بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك العبد وإياك الصين إهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعطوا عليهم وعير المقتوب عليهم ولثاهم لي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على ضوء أحداث غزوة الأحزاب وقد ذكرت في الخطبة الماضية معجزة البركة في الطعام ونجد واقعة البركة في التمر أيضا حيث ورد أن أصحاب الخندق كلهم أكلوا من تمر قليل وقد ورد في بيانها أن ابنة بشير بن سعد رضي الله عنه قالت آتتني أمي عمرت بن رواحة حفنة من تمر في ثوبي ثم قالت أي ابني اذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة وقول لهما هذا غذاؤكما قالت فأخذتها وانطلقت بها فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألتمس أبي وخالي فقال تعالي يا ابني ما هذا معك قالت قلت يا رسول الله هذا تمر بعثتني به أمي إلى أبي بشير بن سعد وخالي عبد الله بن رواحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتيه فصببته في كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدحى بالتمر على ثوب ثم غطاه بثوب آخر ثم قال لإنسان عنده أصرخ في أهل الخندق أن هلم إلى الغداء فاجتمع أهل الخندق كلهم فجعلوا يأكلون من التمر وجعل التمر يزيد حتى أكل أهل الخندق كلهم وكان التمر يسقط من أطراف الثوب وهناك واقعات أخرى عن البركة في الطعام فعن عبيد الله بن أبي بردقال أرسلت أم عمارة الأشهلية بقعبة فيها حيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحيس طعام يصنع من التمر والسمن والجبن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبعته عند أم سلمة فأكلت أم سلمة منه حاجتها ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالقعبة ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطعام فأكل منه أهل الخندق حتى نهلوا منه والطعام كما هو لم ينقص منه شيء قال السيد المسيح المعود عليه السلام وهو يبين مقام السالك الذي ينال من قرب الله تعالى بحيث يصبح مثله كمثل الحديدة التي تصطبغ بصبغة النار التي تغطيها فلا يرى إلا النار وهذا المقام يسمى مرتبة اللقاء فقال حضرته في مرتبة اللقاء هذا تصطر عن الإنسان أحيانا أعمال تبدو فوق قدرات البشر وتتسم بصبغة القدرة الإلهية ومثاله أن سيدنا ومولانا وسيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم رمى بحفنة من الحصى إلى الكفار في معركة بدر وما رمىها النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة دعاء بل رمىها بقوته الرحانية هو ولكن تلك الحفنة أظهرت القدرة الإلهية وتركت على جيش العدو تأثيرا خارقا للعادة حتى لم يبق منهم أحد إلا وقد أصاب تأثيرها عينه فصاروا جميعا كالعميان واستولت عليهم الحيرة والقلق حتى بدأوا يهربون كالمذهولين وهناك معجزات أخرى كثيرة من هذا القبيل أراها النبي صلى الله عليه وسلم بقدرته الاقتدارية فقط بدون أن يرافقها أي دعاء منه ففي كثير من الأحيان أدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في ماء قليل في قطح فكثره حتى شرب منه الجيش كله والخيل والإبل ومع ذلك بقي الماء هو كما هو وأحيانا وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده المباركة على بضع أرغفة من الخبز وملأ بها بطون آلاف الجياع وحينا بارك بشفتيه قليلا من الحليب وأشبع به جماعة من الجياع وحينا آخر مزج لعابه في بئر ماء مالح وحوله إلى ماء عذب وزلال وتارة شفى المصابين بجروح بالغة بوضع يده المباركة عليهم وتارة أخرى شفى ببركة يده عيونا خرجت مقلتها في القتال وكذلك قام بأعمال أخرى كثير من هذا القبيل بقدرته الشخصية المصحوبة بقدرة الله الخفية وقد ذكر حال المؤمنين والمنافقين خلال حفر الخندق أيضا وبيانه كالتالي كتب ابن سحاق إن كثيرا من المنافقين أبطأوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين في عملهم ذلك كانوا يعملون قليلا ثم يتسللون إلى أهلهم بغير علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إذن وجعل الرجل من المسلمين إذا نابت النائبة من الحاجة التي لا بد منها يذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويستأذنه في اللحوق بحاجته فيأذن له فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله هكذا كان حال المؤمنين أما المنافقون فكانوا يذهبون بدون إذن لقد ورد مزيد من تفصيل قتال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فقد ورد في الروايات أن الخندق كان قد تجهز قبل ثلاثة أيام من وصول جيش أبي سفيان وبحسب الخطة أعيد الأولاد والشباب الذين شاركوا في أعمال الحفر إلى الحصون التي كانت النساء قد نقلن إليها للحماية أما الذين كانوا قد بلغوا من العمر خمسة عشر عاما فقد أعطي لهم الخير في أن يبقوا عند الموقع أو يعودوا إلى الحصون والشباب الذين سمح لهم بالمشاركة في الحرب منهم سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا زيد بن ثابت وسيدنا أبو سعيد الخدري وسيدنا البراء بن عازب وبحسب قول ابن هشام استخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم كلثوم ونزل أمام السلع وهو جبل شمالي المدينة على مسافة خمسمائة متر تقريبا من موقع المسجد النبوي الحالي فجعله خلف ظهره والخندق أمامه وكان عسكره هناك وضربت له قبة من أدم وكان لواء المهاجرين مع زيد بن حارثة ولواء الأنصار مع سعد بن عبادة وعن عدد المسلمين هناك اختلاف كبير في الروايات فلم يكن هذا العدد عند البعض أكثر من تسعة مائة وعند البعض كانوا سبعة مائة وعند البعض كانوا ألفين وعند غيره ثلاثة آلاف فقد ذكر عدد مختلف للمسلمين في شتى الروايات ووجد المؤرخون صعوبة في التوفيق بينها فهم حين يذكرون عدداً معيناً فترجيحاً لرواية واحدة ويعدون بقية الروايات خاطئة لكن سيدنا المصح المعود رضي الله عنه بكمال فراسته قد نجح في التوفيق بينها دون أن يخطئ إحدها وقال هي متوافقة ثم قال هناك اختلاف كبير بين المؤرخين في بيان عدد المسلمين في هذه المعركة فبعضهم كتبوا عدد هذا الجيش ثلاثة آلاف وبعضهم كتبوا ألف ومائتين وبعضهم كتبوا أنهم كانوا تسعة مائة فهذا اختلاف كبير يتعذر تأويله في ظاهر الأمر ولم يستطع المؤرخون حله لكنني أدركت حقيقته وأقول إن كل الروايات المختلفة صحيحة فقد ذكر سابقا أن عدد المسلمين في معركة أحد كان بقي سبعمائة فقط بعد انصراف المنافقين ومعركة الأحزاب كانت بعدها بسنتين فقط وفي هذه المدة لم تسكن قبيلة كبيرة في المدينة بعد إسلامها فأن يصبح سبعمائة ثلاثة آلاف خلال فترة قصيرة أمر غير مقبول فمن المستهل أن يصبح هؤلاء السبعمائة رجل ثلاثة آلاف فجأة دون أن ينضم إليهم أحد من الخارج من ناحية أخرى لا يعقل أيضا أنه على الرغم من ازدهار الإسلام ظل المسلمون القادرون على القتال بنفس العدد كما كانوا وقت أحد حتى بعد عامين من أحد لا بد أن العدد قد زاد بعض الشيء لذلك بعد هذين النقدين تبدو الرواية التي تقول أن المسلمين القادرين على القتال كانوا حوالي 1200 في وقت غزوة الأحزاب هي الصحيحة أما السؤال لماذا كتب البعض ثلاثة آلاف والبعض الآخر سبعمائة فالإجابة هي أن هاتين الروايتين قد ذكرتا في ظروف مختلفة وتحت وجهات نظر مختلفة كانت غزوة الأحزاب على ثلاثة أجزاء الجزء الأول كان عندما لم يكن العدو قد وصل بعد أمام المدينة وكان حفر الخندق لا يزال جاريا في هذا العمل حتى الأطفال كانوا قادرين على المساعدة في حمل التراب على الأقل وبعض النساء أيضا كنا قادرات على المساعدة في هذا العمل لذلك طالما استمر العمل في حفر الخندق كان عدد الجيش الإسلامي ثلاثة آلاف لكن هذا العدد كان يمثل الأطفال أيضا وبالنظر إلى حماس الصحابيات يمكننا القول إن هذا العدد قد يشمل أيضا بعض النساء اللواتي ربما لم يكن يحفرنا الخندق ولكنهن كنا يشاركنا في الأعمال الأخرى قال رضي الله عنه إنه ليس مجرد رأيي بل يؤكده التاريخ أيضا فقد كتب أنه عندما حان وقت حفر الخندق تم جمع كل الفتيان أيضا وكان جميع الرجال سواء كانوا كبارا أم صغارا يعملون في حفر الخندق أو المساعدة فيه ثم عندما وصل العدو وبدأت المعركة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الفتيان الذين كانوا دون سن الخامسة عشر بالمقادرة وأعطى الخيار لمن بلغوا الخامسة عشر بالبقاء أو المغادرة حسب رغبتهم تظهر هذه الرواية أن عدد المسلمين كان أكبر في وقت حفر الخندق وقل في وقت المعركة لأن غير البالغين سن الرشد أمروا بالعودة لذلك فإن الروايات التي تذكر ثلاثة آلاف تشير إلى العدد في وقت حفر الخندق الذي كان يشمل الأطفال الصغار أيضا وكما استنتجت بالقياس على المعارك الأخرى كان هناك بعض النساء أيضا لأن في روايات المعارك الأخرى نجد أن النساء كنا يشاركنا أيضا لكن عدد ألف ومائتين هو من وقت بدء المعركة عندما بقي الرجال البالغون فقط الآن بقي السؤال هل الرواية الثالثة التي تذكر سبعمائة جندي صحيحة أيضا لقد قبلنا من ثلاثة آلاف إلى ألف ومائتين الآن علينا أن نرى ما إذا كانت الرواية السبعمائة صحيحة أيضا فالجواب أن هذه الرواية ذكرها المؤرخ ابن إسحاق وهو مؤرخ موثوق به جدا وأكدها بقوة عالم كبير مثل ابن حزم لذلك لا يمكن الشك فيها أيضا فلابد أن تكون صحيحة أيضا وتأكد ذلك أيضا من خلال مزيد من البحث في التاريخ حيث نجد أنه خلال المعركة عندما انضمت بنو قريضة إلى جيش الكفار وعزموا على شن هجوم مفاجئ على المدينة وتم الكشف عن سر نواياهم رأى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه من الضروري حماية تلك الجهة من المدينة التي كانت فيها بنو قريضة والتي تركت سابقا بدون حماية اعتقادا بأن بني قريضة حلفاؤنا ولن يسمح للعدو بالمرور من هذا الجانب فنعلم من التاريخ أنه عندما ظهر غدر بني قريضة عندما علم بانفصالهم وخيانتهم وبما أن النساء كنا قد وضعنا في تلك المنطقة اعتمادا على بني قريضة حيث كانت قلاعهم وكنا بدون حماية رأى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الآن أن حمايتهن ضرورية فجهز جيشين من المسلمين وعينهما على كلا جانبي مكان إقامة النساء أعين مسلم بن أسلم مع مئتي الصحابي في مكان واحد وزيد بن حارثة مع ثلاثمائة صحابي في مكان آخر وأمرهم بالتكبير بصوت عال على فترات قصيرة حتى يعلم أن النساء في أمان هذه الرواية تحل مشكلتنا حول سبب ذكر بن سحاق لسبعمائة جندي في غزوة الخندق لأنه عندما أرسل لحماية النساء خمسمائة جندي من أصل ألف ومائتين أصبح الجيش المكون من ألف ومائتي جندي سبعمائة فقط وبهذه الطريقة تم حل الاختلاف الشديد الموجود في التواريخ حول عدد جنود غزوة الخندق وردت تفاصيل وصول المشركين إلى المدينة والأحداث اللاحقة أيضا أن الجيش المكون من قريش مكة والقبائل الأخرى وصل بقيادة أبي سفيان إلى المدينة وعسكر حول المدينة ذكر حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه هذه التفاصيل على النحو التالي اكتمل هذا الخندق الطويل بعد حوالي عشرين يوما أو حسب رواة أخرى بعد ستة أيام وليال من العمل المتواصل صباحا ومساء وهذا العمل غير عادي وشاق أنهك الصحابة تماما ولكن ما إن انتهى هذا العمل حتى ظهر جيش اليهود والمشركين العرب في أفق المدينة مخمورا بنشوة عدده وقوته أولا توجه أبو سفيان نحو جبل أحد ولكن عندما وجد المكان مهجورا اتجه نحو ذلك الجانب من المدينة الذي كان مناسبا لشم هجوم على المدينة ولكن الآن كان هناك خندق محفور أمامه عندما وصل جيش الكفار إلى هذا المكان ووجدوا الخندق حاجزا في طريقهم أصيب الجميع بالحيرة والارتباك واضطروا إلى نصب معسكراتهم في الميدان المفتوح وراء الخندق من ناحية أخرى عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم جيش الكفار خرج من المدينة مع ثلاثة آلاف مسلم ووصل إلى الخندق ونصب معسكراته بين المدينة والخندق جاعلا جبل سلع خلفه ولأن الخندق لم يكن واسعا جدا وكانت هناك بالتأكيد بعض الأجزاء التي يمكن لفارس قوي وشاطر أن يقفز فوقها ويصل إلى المدينة وكذلك كانت هناك حاجة لحماية أطراف المدينة حيث لم يكن هناك خندق وكانت هناك فقط منازل وحدائق وصخور غير منتظمة كحاجز حتى لا يتمكن العدو من إلحاق الضرر بالمنازل من هذا الجانب أو الهجوم على المدينة بمجموعات صغيرة من الرجال من خلال أي حيلة أخرى لذلك قسم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى مجموعات مختلفة وأقام نقاط حراسة في أجزاء مختلفة من الخندق وفي أماكن مناسبة في الجوانب الأخرى من المدينة وأكد على أنه يجب أن لا تكون هذه الحراسة ضعيفة أو غافلة في أي وقت سواء في النهار أو الليل من ناحية أخرى عندما رأى الكفار أنه بسبب وجود الخندق أصبحت المعركة المنتظمة في الميدان المفتوح أو الهجوم العام على المدينة مستحيلا فقد حاصروا المدينة أيضا وبدأوا في البحث عن فرص للاستفادة من الأجزاء الضعيفة من الخندق باختصار عندما فشل العدو في عبور الخندق بدأ في استخدام حيل أخرى ورد التفاصيل ذلك في التاريخ على النحو التالي قام المشركون بمحاصرة المدينة من جميع الجهات ولكن رغم كل محاولاتهم لم يتمكنوا من عبور الخندق من أي مكان ولا شن هجوم مباشر على المسلمين وعندما رأى أبو سفيان وحيي بن الأخطب رئيس بن النظير وأخرون هذه الحالة من العجز واليأس خططوا لمؤامرة أخرى وهي أن يقنع قبيلة بني قريضة اليهودية الموجودة داخل المدينة بأي وسيلة لنقض معاهدتهم مع المسلمين والانضمام إليهم ومن ثم مهاجمة أهل المدينة من الداخل ولتنفيذ هذه المؤامرة الخطيرة ذهب حيي بن أخطب إلى كعب بن أسد القرضي رئيس بني قريضة فلما سمع كعب بحيي أغلق دونه باب حصنه فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له فناداه حيي ويحك يا كعب افتح قال ويحك يا حيي إنك مرء مشؤوم وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه ولم أر منه إلا صدقا ووفاء قال هذا القول أولا لكنه تغير لاحقا ثم قال حيي ويحك افتح لي أكلمك قال والله ما أنا بفاعل إلا أنه بعد بعض الإلحاح فتح كعب الباب أخيرا فقال حيي ويلك يا كعب لقد جئتك بعزة الدهر وبحر زخار لقد جئتك بقريش وقادتها وساداتها وشرح له تفاصيل جميع القبائل التي كانت تحاصر المسلمين من جميع جوانب المدينة بجوشها وأخبره أيضا قائلا إننا تعاهدنا عهدا وثيقا ألا نعود من هنا حتى نستأصل محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكنا قد نجحنا في ذلك سلفا لو لا هذا الخندق الذي يعترض طريقنا لكن حتى بعد سماع كل هذا لم يوافق كعب زعيم بني قريضة على نقط المعاهدة وقال والله لقد جئتني بذل الدهر وبسحابة لا ماء فيها أي هي ترعد وتبرق وليس فيها شيء ويلك يا حيي دعني وما أنا عليه فإني لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء لوعده أيضا لا يكرر أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق ويفي بعهده إنه لا يجبرنا على شيء ولا يتدخل في ديننا إنه أفضل جار لنا فارجع لألا يصيبنا ما أصابكم من قبل لكن استمر حيي في إغواء كعب وإقناعه حتى ذكر مصائب قبيلته وبني قينقاع ومصاعبهم وقال كل هذه المشاكل تأتيهم بسبب المسلمين وأخيرا نجح في إضعاف قلب كعب فبدأ كعب يستسلم لكلامه في نهاية المطاف بسبب عادة نقض العهد في طبيعته وقال لحيي حسنا قد أقبل كلامك ولكن ماذا لو عاد قريش وغطفان ولم يتمكنوا من قتل محمد صلى الله عليه وسلم ماذا سيحدث لنا رد حيي لا تقلق في هذه الحالة سأدخل معك في حصنك وما يصيبك يصيبني أنا أيضا بعد كل هذا الحوار نقضى كعب بن أسد أخيرا ميثاقا كان قد أبرمه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندئذ نصحهم عمر بن سعدي وخوفهم سوء فعالهم وذكرهم ميثاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده وقال لهم إذا لم تنصروه فتركوه وعدوه فأبوا نظرا لهذا الوضع ذهب بعض الأفراد من بني قريضة ممن كانوا ذوي فطرة طيبة من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتنقوا الإسلام عندما وصل خبر نقض بني قريضة العهد إلى عمر بن الخطاب أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة كان هذان الاثنان زعيمين لقومهما وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير وحسب رواية أخرى أرسل معهم أسيد بن حضير أيضا وقال لهم اذهبوا وانظروا إن كان ما بلغنا عن هؤلاء القوم حقا أم لا فإن كان الخبر صحيحا فلا تذكروه أمام الجميع بل أخبروني بإشارة وكناية لأفهم أن الخبر صحيح وإن كانوا ما زالوا على عهدهم وكان الخبر كاذبا فأعلنوا ذلك أمام الجميع فذهب هذا الوفد إلى بني قريضة وعندما تحدثوا مع كعب وأصحابه كانت نيتهم قد تغيرت تماما عندما قيل لكعب إنه قد عقد معاهدة مع محمد صلى الله عليه وسلم قال باحتقار أي رسول ليس لدينا أي معاهدة لقد نقط هذه المعاهدة كما ينقض سير الحذاء ووفقا للروايات حدث تبادل حاد للكلام بين الطرفين في هذه المناسبة على أي حال عاد هذا الوفد وأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة في تلك اللحظات العصيبة والمحطمة للأعصاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صمت قصير ولم يتأثر إطلاقا ومن شأن هذا الموقف أن يؤدي إلى انهيار أعصاب الرجل العادي ثم قال أبشر يا معشر المؤمنين بنصر الله تعالى وعونه ثم قال إني على يقين أنه سيأتي وقت أطوف فيه بالكعبة ومفاتيحها في يدي وأن كسرى وقيصر سيهلكان حتما وستنفق أموالهما في سبيل الله كتب حضرة ميزة بشير أحمد رضي الله عنه في سياق غذر بني قريضة لقد اتبع أبو سفيان مكيدة أن أمر حياء بن أخطب زعيم يهود بن النظير بأن يذهب تحت ستار ظلام الليل إلى حصن بني قريضة ويحاول إقناع زعيمهم كعب بن أسد بالانضمام إليهم فذهب حياء بن أخطب إلى منزل كعب عندما سنحت له الفرصة في البداية رفض كعب الاستماع إليه وقال إن لنا عهودا ومواثيق مع محمد صلى الله عليه وسلم وأن محمد صلى الله عليه وسلم قد أوفى دائما بعهوده ومواثيقه بإخلاص لذلك لا يمكنني أن أخنه لكن حييا أغراه بآمال ووعود كبيرة وأكد له الدمار الوشيك للإسلام وشرح بشدة عهده بأنهم لن يعودوا من المدينة حتى يمحوا الإسلام فوافق كعب أخيرا وهكذا أضيف وزن قوة بني قريضة إلى كفة الميزان التي كانت راجحة كثيرا سلفا أي أن عدد الكفار كان كبيرا بالفعل وأضيف إليه وزن آخر وهو نقض اليهود للعهد عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخيانة الخطيرة لبني قريضة أرسل أولا الزبير بن العوام سرا مرتين أو ثلاث مرات للاستطلاع ثم أرسل رسميا وفدا يتكون من زعيمي قبيلتي الأوس والخزرج ساعد بن معاذ وساعد بن عبادة وبعد الصحابة الآخرين من ذوي النفوذ إلى بني قريضة ووصاهم بأنه إذا كانت هناك أي أخبار مقلقة فلا يذكروها علنا عند عودتهم بل يستخدم الإشارات والكنايات حتى لا يثير القلق بين الناس عندما وصل الوفد إلى مساكن بني قريضة وذهبوا إلى زعيمهم كعب بن أسد قابلهم هذا الشقي بطريقة متغطرسة للغاية وعندما ذكر السعدان المعاهدة غضب هو وأفراد قبيلته وقالوا اذهبوا لا يوجد معاهدة بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم عند سماع هذه الكلمات غادر وفد الصحابة من هناك وعاد سعد بن معاذ وسعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغوه بالأوضاع بطريقة مناسبة يسأل بعض الناس بمن فيهم شبابنا أحيانا متأثرين بكلام الآخرين لماذا ظلم بن قريضة بتلك المناسبة والحق أنهم نقضوا المعاهدة فعوقبوا على ذلك ولم يظلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أدنى ظلم على أي حال هناك المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع وقد شرحه حضرة المصلح المعود رضي الله عنه بالتفصيل أيضا وسأتناول ذلك لاحقا بإذن الله اليوم يبدأ أيضا اجتماع خدام الأحمدية يجب على أعضاء مجلس خدام الأحمدية أن يحاولوا الاستفادة الكاملة من الاجتماع على الرغم من أن توقعات التقصي تشير إلى احتماله طول الأمطار لكن على أي حال نسأل الله تعالى أن يجعل برامجهم تتم بسلاسة بفضله يجب على الخدام أن يحاولوا رفع معاييرهم من روحانية والعلمية خلال هذه الأيام يجب أن يولوا اهتماما خاصا للأدعية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي حفثت عليها سابقا وأن يكرروها دائما نسأل الله تعالى أن يحمي الجميع من كل أنواع الهجمات الشيطانية سأصل اليوم صلاة الغائب أيضا على بعض المتوفين وسأتناول الآن ذكرهم الأول هو ذكر المرحوم حبيب الرحمن زيروي من ربوة الذي توفي في الأيام الماضية عن عمر ينهز 73 عاما إن لله وإن إليه راجعون كان بفضل الله تعالى موصيا وواقفا للحياة كان اسم والده صوفي خدا بخش الزيروي دخلت الأحمدية إلى عائلتهم من خلال والده صوفي خدا بخش الزيروي الذي نال شرف البيعة على يد حضرة المصر المعود رضي الله عنه في عام 1928 لقد تلقى حبيب الرحمن الزيروي تعليمه الإبتدائي ثم نال شهادة الماجستير في علوم المكتبات من جامعة البنجاب ووقف حياته في عام 1981 وتم قبوله وتم تعينه كمساعد رئيس المكتبة في عام 1981 ولاحقا حظي بفرصة الخدمة كمسؤول عن مكتبة الخلافة لمدة ثلاث أو أربع سنوات ثم تم تعينه في نظارة الإشاعة ثم في مؤسسة طاهر ومؤخرا كان يخدم كنائب ناظر ديوان في صدر أنجمان أحمدية كما أتحت له فرصة الخدمة في مختلف الأقسام في مجلس خدام الأحمدية بباكستان كمهتمم وفي أنصار الله أيضا حظي بفرصة الخدمة كقائد مركزي لقد جمع بجهد كبير سيرة سيدنا المسيح المعود عليه السلام التي رواها حضرة المصرح المعود رضي الله عنه في شتى كتبه وأعد كتابا تم نشره باسم تذكار المهدي بالإضافة إلى ذلك كان يعمل على العديد من المسودات وهي في مراحل مختلفة رزقه الله تعالى ابنا وابنتين كان له ارتباط قوي بالخلافة وكان هادئ الطبع ومنشغلا بعمله كان يؤدي أي خدمة توكل إليه بشكل جيد لقد وفى بحق الوقف وأنجز عمله بشغف كان ذا شخصية ودودة ومرحة غفر الله له وتغمده بواسع رحمته ووفق أولاده أيضا للثبات على الحسنات الذكر الثاني اليوم للدكتور سيد رياض الحسن الذي توفي أيضا في الآوينة الأخيرة كان مصريا بفضل الله تعالى كان ابن العميد الدكتور ضياء الحسن وقف حياته وخدم الجماعة كطبيب كان يخدم الجماعة منذ صغره حظي بفرصة الخدمة جيدا في أغندا وكينيا وغامبيا وباكستان لأكثر من عشرين عاما بإشراف مجلس نصرة جهان بعد سنوات عديدة من الخدمة في كينيا طلب الإذن للذهاب إلى باكستان للتخصص والتدريب كجراح عام وحصل على العديد من الدبلومات والشهادات الطبية كما حظي بفرصة تدريس التشريح للأطباء في الجامعة الطبية كان طبيبا ماهرا كان يساعد الطلاب المحليين في جامبيا ماليا ويرعى تعليمهم ويساعدهم في إيجاد العمل وكان دائما مستعدا لمساعدة الفقراء والمحتاجين ماليا كان من أهم مزاياه أنه كان كثير الدعاء ومتهجدا كان معتادا على التهجد منذ شبابه فقد كتب معارفه أنه كان ودودا للغاية ويعامل المرضى بلطف وطعاطف ومحبة حقيقية كان شخصا مشتهدا ومتحمسا ومتوكلا على الله كان كثير الدعاء ومشفقا على الناس كان في شخصيته تواضع وعزيمة لا حدود لها للخدمة كان خلوقا ويحترم واقفي الحياة كثيرا غفر الله له وتغمده بواسع رحمته الذكر الثالث اليوم للأستاذ المحترم عبد الجليل الصادق من ربوة الذي توفي في الأيام الماضية عن عمر يناهز الثمانين عاما إن لله وإن إليه راجعون كان أيضا موصيا بفضل الله تعالى كان ابن السيد قريشي عبد الغني من ربوة دخلت الأحمدية إلى عائلاته من خلال جده حضرة ميا قطب الدين من قرية غولكي التابعة لمحافظة ججرات وجده لأمه حضرة المولوي محمد عثمان أمير الجماعة في دير غازي خان حصل الأستاذ عبد الجليل صادق على درجة الماجستير في العلوم السياسية وعين مدرسا في كلية تعليم الإسلام عام 1964 وفي عام 1966 حصل على درجة الماجستير في اللغة الإنجليزية وتم تعينه رسميا في قسم اللغة الإنجليزية بكلية تعليم الإسلام استمر في خدمة التدريس بانتظام لمدة 39 عاما متتالية كنت أيضا من تلاميذه في الكلية فكان أستاذا هادئا جدا ويدرس بمحبة كبيرة كان لديه علاقة جيدة جدا مع الطلاب وكان يحترمهم بعد تقاعده في عام 2003 وقف حياته وتم تعينه كمسؤول عن قسم الترتيب والسجلات في صدر أنجم أحمدية بمنصب نائب الناظر لقد نال سعادة الخدمة في مجلس قدام الأحمدية كمهتمم في شعب مختلفة كان رئيس مجلس الصحة في باكستان أيضا ثم أصبح قاضيا في القضاء المركزي في باكستان منذ عام 1983 كما حظي بفرصة رئاسة الجماعة في حارته أنجب ابنتين وابنا واحدا كتب عنه الكاتبون بحق أنه كان إنسانا لطيفا ودرويشا كان يفضل الصمت في كثير من الأحيان ولكن عندما كان يتحدث كان يتكلم دوما بعد تفكير وتدبر كان نزه السلوك وصبورا لم يكن يتدخل في شؤون الآخرين بدون داع وكان يقدم النصحة الجيدة عند الحاجة كان يشجع على الأعمال الصالحة لم يشك قط إذا تعرض للأذى وكان صبورا وشاكرا وقانعا جدا كان يساعد المحتاجين بماله بشكل مستمر وبهدوء وفي الخفاء كانت علاقته مع الخلافة قوية جدا وكان يراسلني بانتظام كانت علاقاته العائلية أيضا ودية جدا كان يحترم حقوق زوجته ووالديه ويخدمهما بل قد كتب إخوته أنه كان يهتم كثيرا بإخوته وأخواته أيضا ويخدمهم كواجب عليه الذكر التالي للأستاذ المحترم منير أحمد صاحب من جهنك توفي أيضا في الأيام الماضية عن عمر يناهز 82 عاما إن لله وإنا إليه راجعون كان أيضا موصيا بفضل الله تعالى بايع والده سيد ميا غلام محمد سيدنا الخليفة الثاني رضي الله عنه في عام 1930 كان الأستاذ أحمديا بالولادة أتيحت له فرصة الخدمة في مجلس قدام الأحمدية وأنصار الله لمدة أربعين عاما فكان قائدا ونظما لمنطقة جنك ثم عندما أصبحت جنيوت محافظة خدم هناك أيضا كان خادما مخلصا ومتفانيا للجماعة وشخصية نافعة للناس عمل كمدرس في الإبتدائية في جنك وله آلاف التلامذة الذين يكونون له احتراما وتقديرا كبيرين كان دائما في خدمة الناس كان يساعد الناس وخاصة الأحمديين بخصوص أعمالهم في المكاتب الحكومية وليس ذلك فحسب بل كان يضيفهم في منزله كانت علاقاته العامة واسعة جدا وكان يستخدم جميع هذه العلاقات لخدمة الجماعة وأحباب الجماعة وليس لمنفعته الشخصية كان حرصا على مساعدة السجناء وخدمتهم سواء كانوا من الجماعة أو غيرهم كانت له علاقات شخصية مع موظفي السجون وكان يستخدمها لرفاهية الأسرى في سبيل الله كان لديه اتصالات واسعة فيما يتعلق بتوفير التسهيلات للمعتقلين عندما كنا في السجن قدم لي ولرفاقي أيضا خدمة كبيرة خلال تلك الفترة وبسبب علاقته الشخصية مع مدير السجن وفر لنا تسهيلات كبيرة لا تتوفر عادة لعامة السجناء ولم يكن يهمه خدمة رجل معين بل كان بفضل الله تعالى دائما مستعدا لخدمة الجميع سواء أكان أحمديا فقيرا أو غنيا وكان يعمل بشكل عام من أجل رفاهية السجناء كان يحب قاديانا كثيرا وكان يذهب إلى هناك تقريبا كل عام ويشارك في الأعمال التطوعية وعندما كان الضيوف من المركز يزورون منطقته كان يتعاون معهم بشكل تام لقد رفعت قضية ضده أيضا في عام 1988 بتهمة توزيع المنشورات ولكن تم رفضها لاحقا نسأل الله تعالى أن يعامله بالمغفرة والرحمة ويرفع درجاته لم يكن لديه أولاد ويرفع درجاته بسبب الله من شرور أنفسنا ومن سيئات عامالنا من يعده الله فلا مدلنه ومن يدلنه فلا هادي الله ونشد الله إله إلا الله ونشد عنام هم مدن مبدو رسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالعدل واللحسان وإطاء ذي القرباء وينهان الفاشاء والمنكر والبغير يا عزكم لألكم تذكرون أذكر الله يذكركم ودوه يستجب لكم والذكر الله أكبر